شيء غريب يعني أبو ساعد يسجل على ريبروف نتكلم في المبرايات الأخيرة في ظل غياب عمر السومة الجميع كان ينتظر مشاركة مهند عسيري كلاعب مهاجم صريح لكن نتفاجأ أنه يلعب بمهاجم مهمي اللي هو السيد ريبروف ونشاهد مهند عسيري في دكة البودلاء هل أنت مع هذه الخيارات أو أنها فلسفة تدريبية عند السيد ريبروف المشكلة وين تكمن المشكلة تكمن في أن شوف كان النادي الأهلي يملك أحسن لعبين خط وصل ريبروف ألغى هذا الشيء دائما نحن نجد الأهلي يلعب على الكرات الطويلة وهذه مشكلة ثانية نحن نعرف الأهلي كله من أحسن الفرق اللي تلعب كرة على الأرض وأول من ندخل دربية البرازيليين والسامب البرازيلية الفريق الأهلاو استمتعنا معه مع ديدي استمتعنا معه من تليسانتانا يعني الأهلي البرازيلي دائما يلعبوا الكرة على السهل حتى مع قروسترا صحيح كممتع كان ممتع الفريق الأهلاوي واللعب على الأطراف رجع كرة أوروبية بس كرة أوروبية على الأرض الثنائيات والثلاثيات اللي على أطراف الكرات العرضية اللي تجد أن الفريق يستفيد منها الآن ألغيت حتى السومة لما كان فيه يجد أن الكور بصعوبة حتى تصلها مع ريب روف مع ريب روف الآن أنت لما كون عمر السومة أنت تحتاج دائما الكرة الأوروبية تحتاج دائما اللاعب ليقفز رأس الحربة الكلاسيكي اللي يجد الألعاب الهوائية والطول والتكيل الجسماني ويحضر للي جاي من الخلف تلا السومة موجود من البديل الأول مهند لعم بارتين سجل أربعة أهداف وبعد كده وضعه في الدكة هنا المشكلة هنا المشكلة تكمل المشكلة في تصرفات بعض المدنبين هذه المشكلة أنه تصرفاته وأنه الوحيد ولا قناعة كابتن ولا هو الوحيد شوف بعض المدنبين أحيانا لا تناقشوا هو الوحيد اللي يفهم وكرة القدم ما هي عند أحد كرة القدم أصبحت الآن مكشفة حتى الآن الناس من كثر ما تطالع البرامج من كثر ما تطالع تعرف حتى التكتيكات صحيح فإذا يجب أن يعني أنا ضفت لاعب وسجلي أربعة أهداف في مباراتين كيف يطلع يرجع نعم مهاجم صريحة كذلك يعني نتكلم لو أنه لاعب آخر يلعب بدل مهند أو بديل عن عمر السومة يعتبر مهاجم صريح أنا أقولك أوكي هذه قناعة فنية لكن أنت تلعب بدل مهاجم صريح في ظل غياب عمر السومة البديل الأول لعمر السومة تصور مخلح مهند تصور مخلح إحنا نعرف البديل لعمر السومة مهند من أيام شش ما جروس جروس البديل الأول لعمر السومة مهند ويستطيع أن يسجل ويجي الفريق ولكن يسجل وتخرجه في قائمة البدلة لا هو قابل المسكين الاسبديل لكامتن وكامتن عمر وحاس الأفضلية يعني لما جاءت فرصته يجب يأخذها يعني هذه فرصته طيب الجمهور الأهلاوي أبو سعد يعني يتكلم أن الآن بدأ يرتفع ويعود صقف طموحه مرتفع من جديد مرة أخرى بعد تعثر الهلال في المباريات المؤجلة هل هذا الشيء بكرة ممكن سبب ضغط على اللاعبين هل مباراة الغد أمام الباطن تحدد يعني مصير الأهلي في الدوري شوف الفريق الأهلاوي فريق كبير الفريق الكبير اللي متعود على البطولات وعلى المنافسة المنافسة على البطولة الضغوط هذه شيء طبيعي عنده يعني إذا الفريق الأهلاوي ما يتحمل هالضغوط منه يتحمل بطل على طول إذن مثل هالمباراة عادي خلاص وتعود على الضغط تعود أن ياخذ بطولات